السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم معنا في قناة بيتي بيتا كتير بيجي لنا في الكومنتات ناس بتشتكي من خدمة ما بعد البيع وازاي ان الشركات مش بتستجيب لصيانة الجهاز عند اول عطل والمفاجأ ان ده بيكون من شركات كبيرة ومشهور عنها خدمة ما بعد البيع محترمة جدا وبعد وقت اكتشفت ان الشكاوي بتوصل للمستخدمين لان المستخدمين اللي بيواجهوا مشاكل مع الشركات هم بس اللي بيكتبوا تجربتهم علشان كده المشكلة بتوصلنا لكن المستخدمين اللي عندهم تجارب كويسة غالبا مش بيكتبوا تجاربهم دي يعني حد تلاجته مثلا بوزت او التكييف مثلا وحصل مشكلة بينه وبين الشركة على طول هتلاقيه كتب على الفيس وعليوتيوب وحاول يوصل صوته سواء للشركة علشان ياخد حقه او للمستخدمين علشان ياخدوا حذرهم من الشركة لكن بالمقابل فيه الاف من الناس بتتعامل مع الشركات ومعندهمش اي مشاكل ودول مش هتلاقيهم بيشاركوا تجربتهم لانهم معتبرين ان ده هو العادي وهو فعلا ده العادي علشان كده هتلاقيهم مش بيكتبوا ابدا انهم مثلا اتصلوا بالشركة والشركة استجابت بسرعة علشان كده انا جاي انا بهك لكام حاجة مهمة تعرفي انهم من حقك في الضمان علشان ما تواجهيش اي مشكلة مع اي شركة بتتعاملي معاه اولا من حقك في الضمان سرعة الاستجابة والرد من الشركة ما ينفعش مثلا تعودي شهور مستني الصيانة المفروض بعد ما تتسلي وتبلغي على العطل في الجهاز بوقت قصير جدا المفروض الفني يكون عندك يعني في خلال اسبوع مش اكتر وطبعا اسبوع ده وقت طويل برضو رقم اتنين حقك في الفاتورة لازم تخطي فاتورة علشان لو حصل اي عطل مفاجئ في الجهاز خلال اول تلاتين يوم بيتبدل مجانا حسب رغبتك يعني لو عايزة تبدلي تبدلي لو عايزة يتصلح يتصلح وده بعد ما الشركة طبعا تتأكد ان ده عيب صناعة لكن لو ما فيش فاتورة انت كده هتخسري الحق ده رقم تلاتة الالتزام في موعيد حضور الفني علشان مثلا ما يدكيش معاد ويقولك انا جاي بكرة الساعة كذا وتستنيه ويتعطى المصالحك وبعدها ما يجيش رقم اربعة حقك ان لو جهاز بوز مرتين بنفس العطل في اول سنة استخدام حقك انه يتبدل مجانا من الشركة رقم خمسة ان الفني مش من حقه يعمل شغل اسناء الصيانة بمعنى مش من حقه مثلا يبعلك قطع غيار للمنتج اللي بيصلحه او يعمل اي خدمات مدفوهة اسناء الصيانة واخيرا لو عندك اي مشكلة مع اي شركة تقدر يتلجأي لخدمة حماية المستهلك بجهاز حماية المستهلك سواء من الابليكيشن الخاص بيهم او من خلال الارقام الخاصة ولكن لو انت استعانتي بفني من خارج الشركة انت كده بتضيعي حقك في الصيانة انت كده بتضيعي حقك في الصيانة والضمان فمهم خلال فترة الضمان محدش يتعامل مع الجهاز غير فن الشركة وناخد بالنا من الارقام الصحيحة للشركات لان مثلا في شركة زي شركة زانوسي هتلاقي ناس كتير بتروج لنفسها على اساس انها صيانة من شركة زانوسي وفي الحقيقة هما ملهمش اي صلة بالشركة وارقام الصيانة التابعة للشركات هتلاقيها في الفاتورة هتلاقيها في الفاتورة او على كارتونة المنتج وبكده اكون قدمت لكل المعلومات اللي عندي النهاردة يارب تكونوا استفدتم ولو استفدتم معينا دعمونا بلايك اشتراك وكومنت محفز والسلام عليكم ورحمة الله